ليه بني استخدم كحولة سبعين في المية بدلا من مية في المية؟ الكحولة معروف واحد من ضمن انتي سيبتيكس اليوشانز اللي بني استخدمها في قدل البكتيريا لمنع انتشار العدوى بس الغريب في الموضوع اني انا بنخاففه وبنوصله لتركيز سبعين في المية مجيش على بالك بنعمل كده ليه؟ وانت عندك المية في المية اقوى لو عارف اقولك انا ذات نفسي مش عارف انا علاء احمد ودي حلقة جديدة على قناة اي جينرسولوجي ويلا بينا نبدأ الحلقة على رغم من التركيز المية في المية اقوى الا اننا بنستخدم سبعين في المية حاجة غريبة كده انك تستخدم تركيز اقل ويجيب نتيجة احسن الكحول المركز اللي تركيزه بيوصل لمية في المية لما بنستخدمه على البكتيريا بيعمل لها جفاف شديد لانه لا يحتوي على مية وبالتالي الكحول ما بيقدرش يخش جواها ويقتلها فيحصل حاجة اسمها وتفضل بعض البكتيريا حية اللي هو من الاخر صوته يا جدعان يمكن حد يلحقنا تركيز السبعين في المية بيكون متخفف بماء معقب وبالتالي ما بيسببش للبكتيريا جفاف وبيقدر يدخل جواها ويقتلها لكن مش ده سبب الوحيد اللي بيخلينا نستخدم السبعين في المية بدلا من المية في المية ومال ايه هو السبب؟ الفكرة ان الكحول بتركيبته مادة متطيرة جدا فلو استخدمت الكحول المركز بيطير على طول وبشكل اسرع ومش بيفضل منه حاجة على السطح وبالتالي ما بيقدرش يقتل كل البكتيريا انما الكحول المخفف بيحتوي على مية وبالتالي مش بيطير بسرعة وبيقعد فترة اطول فيموت بكتيريا اكتر واكتر ولذلك الكحول المخفف احسن بكتير من المركز يارب تكون استفدت من الحلقة ما تنساش تعمل لايك وشير للحلقة وتنزل تبص وصع مصادر شافك الحلقة الجاية بموضوع جديد وبس كده سلام اشتركوا في القناة